انا كده اخدت اول اتنين من الدياغنوزس الاولى كنت شخص انها برونكي الازمة والتانية ابتديت افرق بين برونكي الازمة او امراض تانية ثالث حاجة بقى هبتدي اشوف هي اكيوت ولا كرونك لو هي اكيوت ليها دجري ليها درجات واللي هي كرونك برضو ليها درجات فهبتدي امسك الاكيوت واشوف ايه هي درجات الاكيوت ديات يعني حدخلي اليوانا في الاستقبال حالة طرق هبتدي اشوف لاما مايند لاما مودرت لاما سيفير ميد خفيفة خالص ومودرت متوسطة والسيفير دي حالة صعبة اول انا ليه بشوف الديجري ليه بعرف اللي هي عايز عرف هي مودرت ولا ولا سيفير ولا هكذا لان التريت منت بتاعي واللي انا هتصرفه كدكتور هيختلف من حاجة لحاجة يعني كل واحدة فيهم ليها علاجة وكل واحدة فيهم ليها هتصرف معي هبتدي اول حاجة ايه انا برضو قسمتهم ميد ومودرت وسيفير على حسب الديجري بتاعة رزبات والديسترس انا خدت رزبات والديسترس عبارة عن اربع درجات درجة الاولى والتانية والتالتة والربعة في هدي لامايلد اكيوت اسمة الدرجة الاولى الجريد واحد في رزبات والديسترس وهدي للمودرت جريد اتنين وهدي للسيفير جريد تلاتة وجريد اربعة تمام ونفتكد ده ببنا كويس عشان ده هيسهل لي موضوع اكتر داخل اللي علي في الاستقبال طفل الطفل ده مورد ولونه طبيعي قادر يتكلم لما بسأله عامل ايه وازايك وكده بيتكلم معي وازنوء يعني هو مش بيلغبط في الكلام مش بقوله ازايك عامل ايه بيقولي نهاردة الخميس لا تمام فدوت عيان مايلد اكيوت اسم قادر يتكلم ويتنفس فالحمد الله بخير ابتدي بقى اقوم اجيب السماعة وابتدي اه يعني هحط سماعة عشيست وهسمع بقى اول حاجة انا قلت المايلد دي وهدى جريد واحد من ايه من رسبات بدسترس يعني واقض ايه بس؟ واغض اتكبنية جريد واحد اللي هي كانت determinية يعني رسبارد وتريد بتاعه ايه عالي فالرسبات وتريد بتاعبي بتاعها يبقى عالي وعالي بنسبة خفيفة عالي بنسبة تلاتين في Ев大好 او اقل من تلاتين في المئة كمان يعني بنت خمسة وعشون يعني تلاتين في المئة هل فيه ريتراكشن؟ ريتراكشن دي الجريد التانية؟ لأ طبعا هو فيه جريد واحد فهو نوق ان تركز ده الريتراكشا ما لاقيش مثلا ضروع دخلها لجوه مشفوطة اسمع علي ويزيز تزي ايوه لان هو عين برونك الازمة عادي برضو هو صح ما يدبس هو برضو عين برونك الازمة فاسمع فيه اكسبيراتوري ويزيز مع خرج النفس اسمع ويزيز البفر البفر قلتلكوا انه فعيان نورمال بيبقى تمانين في المية هنا البفر قلب نسبة عشرة في المية فالبفر بقى سبعين في المية تمام؟ فيه طريقة تسكمة تانية ان اللوكال ديت بقول عليها التلاتة بحرف التين تاكبنية وتزيق تمام دي التلاتة بحرف التين يعني بشوف جنرالي وبشوف تلات حاجات بحرف التين او التين بس اهم حاجة ما تنسوش ان المايلد معاها جريد واحد من رسبات الدسترس المدرت ناخد ده كده في شكل مقارنة المدرت اكيوت ازمة انه قلنا واخده ايه جريد اتنية من رسبات الدسترس الهيئة العامة للبيش انت لما يدخل عليها كده هتلاقيه بيل شاحب شوي هيتكلم او بيزبيك ولكن بيقول جمل مش قادر يتكلم يعني كلام كتير وهو بيقول جمل واحدة بس معا الريتابول يعني ممكن يلغبط لي في الكلام تمام؟ يعني هو بيل وبيتكلم او بس بيلغبط في الكلام يعني دي حالة متوسطة هو ما اخد السماعة والسامع هلاقي عنده تاكبني صح؟ طبعا هو اخد جريد واحد واثنين مع تاكبني الرسباتوريت هيعلى بنسبة من ثلاثين لخمسين في المائل والارقام دي كلها لازم تتحفظه لها خمسين في المائل وكزا طيب هلاقي انتركوستر ريتراكشن طبعا هو اخد جريد اتنين فهلاقي في انتركوستر ريتراكشن من مائل المودرت الويزيس هنا عالية انا قلت حصل ويزيس ليه؟ في الصعوبة في دخول وخرج الهو انا قلت المشكلة في انسبيريشن والاكسبيريشن ولكن في الاكسبيريشن الاول الاصعب في الاكسبيريشن فاتظهر لي اول حاجة اكسبيريشن ولكن مازال برضو ممكن يعملي ويزيس مع الانسبيريشن المشكلة في الاتنين هيجي لويزيس الإنسبيراتور إكسبيراتور يعني هو هو داخل النفس أسمع تزديق والنفس خارج أسمع تزديق البفر بتاعه هيقلة قوي هيقلة لي بنسبة من 40% ل70% يعني النتيجة بتاعته هتصل على 40 لغاية 70 تمام؟ يبقى المايد واخد جريد واحد تسباته والمدرد واخد جريد اتنين من حالة السفير بقى مهمة جدا جدا لان دي بقى بتنقص حياته خلاص لو عرفتها وشخصتها بدري بتنقص حياته سيفير أكيوت أزمة اسمها الثاني ستيتاس أزماتيكاس اسمها ستيتاس أزماتيكاس مهمة وكانت لو انت عندوكوا لو كنت هتمتحنوا ريتن يعني دي كانت جايلنا أصلا نسؤال كيم ريتن فييجي فيها امسكو كتير جدا عشان هي مهمة جنرال هبص للبيجنت جنرالي وأول حاجة هشوف عليه العين مزرق ثاني حاجة هو أنا إيبل تتوك ومش فاضي يرد عليك أصلا مش قادر يرد عليك ممكن يكون أصلا مهمة عليه ممكن يكون جاي مهمة عليه ولو رد عليك يعني يعني هو بيبقى مهمة عليه وفي لغباتها جميل جدا هو أصلا مش قادر يرد هيجيلك مهمة عليه ومزرق ومش قادر يرد علي كلامك هبتدي أعمل حاجات هقف بالسماعة كده تأكد سريعا أنا قلت السفير بيبقى معها جريت تلاتة واربعة طبعا يبقى هي واخدها كل الجريت فهنعدي عتاك ابنيه هلاقيها سفير جدا يعني رزيباته رد زادت معاي بنسبة أكتر من خمسين في المية فيه انتركوستر التركشن أيوة في الحالة دي سفير جدا يعني هو واخد تلاتة واربعة صحيح بس فيه جريت واحد وفيه جريت اتنين يعني هو واخد كل البفر بتاعه هيقل قوي البفر بتاعها هيقل قوي الأقل من أربعين في المية الأرقام دي كلها مهمة وممكن تجيلي في أي وحدة فيهم هاسمع علي ويزيس؟ لا مش هاسمع علي ويزيس العين أصلا ما بقاش فيتنفس أنا قلت ولا بيتكلم ومزرق يعني هو اللي ما بقاش فيه هوا داخل ولا خارج فطبيعي ما بقاش فيه تزيق فبيجي بحاجة اسمعها سايلنت شست سايلنت شست دي مرعبة مش معناها أنه هو تزيق قال لي با هو كده خف لا ده كده ما فيش هوا داخل وخارج أصلا يعني هو ما بيتنفس يعني هو خلاص هيموت الحالة بتاعته صعب قوي يعني اللي اتاكي بنية جديدة وانتركوستر التركشن كل حاجات دي والبيفر بتاعه لايه القوي وكمال مش أدرس خالص سايلنت شست كلمة مهمة ابتدي أجري أشوف الكارديو بقى عشو أشوف حالة القلب هو داخل في ايه القلب هلاقي فيها تكبنية برضو الهارت ريت هلاقي عالي فيه ريزبيرات ريت عالي بيبقى معاه برضو معهم علاقة الاتنين بيقلوا مع بعض ريزبيرات ريت عالي هيبقى معاه هارت ريت عالي برضو البلس بتاعه برضو هيقع خلص عين بيموت قدامي البلس هيقع برضو هيبقى من 30 ل40 السينس خلص ما بقاش داخل أكسجين الجسم والمخ بيتغزق أصلا على الأكسجين وعلى الجلوكوز خلص ما بقاش فيه أكسجين فبقى فيه لغبطة في الوظيفة المخ حاجة اسمعها يعني فيه لغبطة في وظيفة المخ العين يبقى خلاص يعني هو لو يتكلم هيقول حاجات مش من لغبطة قوي وهو مغمى عليه يعني ممكن يئن بكلمة قوي اتنين كده كأنه في التغدير أصلا يقول كلام متلغبط وأصلا بيدخل في كونش واس ليفل وبيغمى عليه وممكن يدخل في كونش أصلا غيبوبة كاملة ويموت تمام؟ يبقى هنا في حالة السفير عملت إيه في السفير؟ لهاء العامة طفل مزرق وما بيتكلمش أجري أسمع الشست ده تحكيبني فضيع جدا مش سمع أي تزييق مش سمع أصلا دخول هوا ولا خروج هوا فيه انتركوستر ريتراكشن الجسم بيعافع عشان ياخد أي هوا جوه مش قادر اللي بفرع عملته له أقل من 40 جريت على الكارديو رأيك بردو متبهدل البلتس واقع وفيه تاكيكورديا على السين اس دخلي في دخلي في كونشوس دخلي في غيبوبة مش قادرين نفوقه عنده هيبكسك انكفالوبسي تمام؟ فدي حالة صعبة جدا لحقه ليه ما لحقهاش ممكن أعمله تمام؟ هبتدى أشوف مثلا الأكسوجين طبعا هيقل معي الأكسوجين هيقل خلص ما بقاش يتنفس ما بقاش دخله الأكسوجين فالأكسوجين هيقل الضغط الجزئي بتاعه هيقل لستين وطبعا هيزيد سانوكسيد الكربون هيزيد أكتر من 40 تمام؟ طيب السيوتو لما يعلى هيعملي الأسيدوزيس الأسيدوزيس ديت يعني بيقش قليلة وطبعا أسيدوزيس موجودة يبقى ما فيش ألكلوزيس يبقى الـ N-A-H-C-O-3 قليلة تمام؟ يعني الأكسوجين عالي أسوري الأكسوجين قالي والسيوتو عالي فالسيوتو عالي في أسيدوزيس وما فيش ألكلوزيس كده خلصت لو أكيوت أزمة هقسمها المايلد ومودرت وسبير وسيفير نركز عليها وكل واحدة فيهم ممكن نجلق أمسك وعادي جدا فيها ممكن نقول مثلا درواتي إيه مين اللي بيحصلوا مايلد ومودرت سؤال كده مين اللي بيحصلوا مايلد ومودرت انتركوستاري تراكشو دي هي المودرت أكيوت أزمة المودرت أكيوت أزمة لأنها جريدة 2 من رزبات الديسترس نفتكر كده تمام؟ هبتدي بقى أضيبنوزس الكورونيك أزمة هشوف هي الكورونيك أزمة وهشوف الديجريب بتاعت الكورونيك أزمة تمام؟ هتجيلي أمي في العاية ده عايزة عارف هو ده كورونيك أزمة ولا أكيوت أزمة هقول لها هو دي أول مرة الطفل ييجي فيها في أتاك أو تجيوله النوبة أول مرة قالت لي لأ تم قلت لي لأ بها مش أكيوت قالت لي ده مثلا ده حصلت في النوبة أو أتاك من يومين مرتين أو تلاتة وأنا جايلك في رابع أتاك دلوقتي يبقى ده كورونيك أزمة بقى تمام؟ هبتدي شوفه الديجريب طيب الكورونيك أزمة هقسمة إلى بريزيستنت أزمة وإنترميتنت أزمة إنترميتنت أزمة وبرزيستنت أزمة يعني إيه إنترميتنت أزمة؟ يعني طفل بيجي له أتاك مثلا أول الشهر وأتاك آخر الشهر وإن بتويني أتاك الطفل طبيعي جدا لو قعد جنب حد طبيعي يعني ما أقدرش يفرق بينه الدكتور نفسه ما أقدرش يفرق بينه تمام؟ طيب يعني إيه بريزيستنت؟ يعني طول الشهر تعبين بس بيجي له يوم المرض بيبقى قوي عليه جدا تمام؟ يبقى دي في فرق طفل بيجي له أتاك وبيني أتاك نورمال ده إنترميتنت طفل ع طول الشهر تعبين أو طول الوقت تعبين ولكن بيجي له وقت المرض بيزيد عليه قوي ده إسمائها بريزيستنت طيب أنا قسمت الكلنك أزمة الانترميتنت أو بريزيستنت هقسمها على أساس إيه؟ على أساس أربع حاجات أول حاجة بتتكرر بتتكرر الأعراض كم مرة في اليوم تمام؟ وبرضو هل الأتاك بيجي له كم مرة بالليل؟ يعني هشوف الأتاك بيجي له كم مرة في اليوم؟ والأتاك بيجي له كم مرة بالليل؟ هشوف البفر هقسمه البفر وعلى حسب الدرجة هتطلعلي هابتدي أقسمه وهشوف الفارابلتي تمام؟ اللي بقى دلوقتي أنا بقسم بشوف الديجري بتاع كرونيك أزمة على حسب أربع حاجات السنتمزل هتجيله بالدي السنتمزل هتجيله بالنايت البفر والبف الفارابلتي وبالجدول هنفهم أكتر تمام؟ الجدول ده مهمة قوي أنا بتديت أقسم قلت قلت الكرونيك أزمة هقسمها لإمة إنترميتنت لإمة بريزيستنت تمام؟ والبريزيستنت دي هقسمها لمائلد ومودرت وسبير فالصوط الأولاني هي مائلد انترميتنت خفيفة بريزيستنت مائلد ولا بريزيستنت مودرت ولا بريزيستنت سفير إمتى بقى تبقى مائلد انترميتنت مائلد انترميتنت دي أخفى حاجة لما يبقى السبتمز اللي موجودة في الدي أقل من ثلاث مرات في الأسبوع والسنتمز بتاع النايت اقل من ثلاث المرات في المنص ناخد بنا تمام طيب يعني ايه بردو الكلام ده يعني كل الزبوع تجيلوا اعراض بالنهار اقل من ثلاث مرات مراتين مثلا لمر وكل شهر تجيلوا اتاك او اعراض بالليل اقل من ثلاث مرات مرتين او مرة مقدرش نافيهم بالليل من الاعراض لما شوف له البفر الاعلى من تمانين في المية اجي يشوف له البفر اللاقى التغيرات اللي تحصل في كياس البفر اقل من عشرين في المية ازاي برضو يعني نهاردو مسلا لاتنين вид بفر لاقيق مثلا ايه تمانين لو است٣ل تلاثة لقيت البفر ربعين ده كده في فرق بينهم ايه اربعين يبقى كده مش مالدcia لازم يكون في فرق بينهم عشرين لازم يكون في فرق بين عشرين في المية او اقل كمان يعني لو لو لكنتها مسلا سابعين في المية خمسة سبعين في المية او دي بقى ده تمام تمام? يبقى انت تكون لو كانت الاعراض اللي بالصبح او بالنهار اقل من ثلاث مرات في الاسبوع اعراض بالليل اقل من ثلاث مرات في البفر اعلى من ثمانين والبفر ايه ايه? اعلى من 20%. انت تكون بقى لو كان الاعراض اللي بالنهار اكتر من او يساوي تلاتة في الويج. لو كانت الاعراض اللي بالليل اكتر من او يساوي 3 في المنص يبقى يتعب اكتر من 3 مرات في الاسبوع بالنهار ويتعب اكتر من 3 مرات في المنص بالليل البفر اي اسوأ يكون 80 والتغيرات اللي هتحصل تكون من 20-30% المدرد بريزيستنت اعراض اللي بالنهار تتجيله ديلي على مدار الاسبوع ديلي بيجيله كل يوم اتاك والسنتومز بيرونايت تجيله اكتر من مرة في الاسبوع يعني كل الاسبوع يتعب له مرة او اكتر من مرة كمان البفر بقى من 60-80% والبفر في رابلتي اي اكتر من 30% السفير بريزيستنت العرض عنده كونتينيوس مش ديلي ديلي يعني ايه ديلي؟ يعني مثلا بيجيله اتاك واحدة كل 24 ساعة يعني مش بيتعب اتاك واحدة كل 24 ساعة لكن كونتينيوس يعني من الساعة 12 الصبح للساعة 12 بالليل دعبين طول الوقت دعبين فده طبعا هيقصر على الاكتيفتي بتاعته هتبقى ليم تتاكتبت ولا عايف يزاكل ولا عايف يعمل اكترزايز ولا عايف حتى ينام كويس الاعراض اللي هتجيله بالليل على طول شغالة ايه بيفرق قلي من 60% والفارابلتي بتاعته هتبقى اكتر من 30% الجدول ده مهم وكان جاي في سنتنا برضو ووهو مهمه ان شاء الله سهل يتحفظ التريتمنت بتاع برونكيا الازمة مهم جدا تمام؟ وفيه تريتمنت الاكيوت اتاك وفيه تريتمنت الكرونيك اتاك قبل معرف هما الاتنين ادوية سبتة بس بغير في ترتبه فاعرف ايه اصلا الادوية اللي هستخدمها في البرونكيا الازمة احنا فاكرين الميكانيزم صح؟ كان عندي حاجة اسمها بيتاتو وكان عندي حاجة اسمها الفيجل انا هدفي ايه؟ هدفي في العلاج اعلي البيتاتو وقلي الفيجل صح؟ عشان البرونكيا يحصل لها دايرتيشن فانا هشغل حاجة هدي دوية يشغل البيتاتو اللي هو بيتاتو اجونست تمام؟ ده اول دوية هستخدمه اللي هو الاجونست البيتاتو وهدي حاجة ضد عامل الفيجل اللي هي انتي كولينيرجيك انتي كولينيرجيك دوية اسمه ابرا تروبيم ايب خدت اول دوية نحوه توفهمنا بيشتغله ازاي؟ بيتاتو اجونست يشغل البيتاتو وانتي كولينيرجيك يلغيلي عمل او يقللي عمل الفيجل اللي هو دوية اسمه ابرا تروبيم طيب انا لو فشلت في الاتنين دول مش فيه اوميونو جلوبيلين ايه؟ كانت بتمسك على سطح المستسل على سطح المستسل ادي هنا انتي اوميونو جلوبيلين ايه؟ ما خلاش تمسك اصلا طيب لو مسكت خلاص ادي اعمل حاجة استبلايزت اللي ايه المستسل اللي اسبتت طيب معرفتش برضو ده كله؟ ولقيت المستسل اللي اكسرت وطلع منها اليوكوتراينز وهيستامين اليه الميدياتور ادي انتي هستامين مضاد للهستامين ادي اليوكوتراينز بلوكر توقف لي شغله يبا كده خدت ستة ادوية ايه هما؟ بيتاتو اجونست انتي كولانورجيك ابراتروبيم ومصر سلستبلايزر اوميونو جلوبيلين ايه انتي اوميونو جلوبيلين ايه وانتي استامين وابلوكر اليوكوتراينز طيب برضو معرفتش ملحدش الخطوة دي ادي بقى حاجة تعكس الاكشن اللي هما عالوه ادي حاجة تعكس الاكشن مش كان بيحصل مصر يزبازن ادي مصر ايه؟ ريلاكسنت ادي مصر ريلاكسنت او برونكو ديليتر تمام؟ مش كان بيحصل هدي بقى مصر ريلاكسنت او برونكو ديليتر مش كان بيحصل انفلميشن وقديما هدي كورتيكوسترويد هدي الاسترويد مهمة اوه وحلو يبقى في كل خطوة من الميكانيزم اللي حصل فيها مرض ممكن ادي دواء يوقف هالي تمام؟ كده عارفنا الايه؟ الادوية كده انا عارفت ادوية الازمة ولكن كل الادواتي انا هعالج الاكيوت اتاك والكورونيك اتاك لازم فيه ترتيب لازم ترتيب الادوية الاكيوت اتاك يعني ايه؟ يعني الام جاب ابنها اول مرة يجي له برونكي الازم ومغدودة عليه انا هبتدي ادرج بقى انا هبتدي في العلاج هنا في الكتاب يعني هو واخد ايه؟ واخد ميلد بعد جده بتعله 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 لغاية نتوصل لسفير لغاية ما وصل التفرد ده اتاك المعارفت اشعالجه جاهز تعله في الصنوع فانا بدأ بالدرجة البسيطة وهعلى بالموضوع تمام؟ فانا هفطرد ان التفرد ده جي لي برونكي الازمة بسيطة قوي هبتدي ادلو ايه؟ هبتدي ادلو بيتاتو اجنست ده اسمه صالبوتامول بيتاتو اجنست وخلاص يعني ايه جهاز كده شبه البخار او شبه الماسك؟ بحطوله في الدواء بيتنفسه يعني بيشمه بيتاتو اجنست جرعة قد ايه؟ ثلاث مرات كل ثلاث ساعة الجرعة الواحدة بدر خمستاشر من مية ميلي جرام كل كوري جرام في الدوس تمام؟ يبقى هو اول خطوة بدر بيتاتو اجنست ثلاث مرات كل ثلاث ساعة طيب هشوف هو تحسن ولا لا؟ تحسن خلاص الحمد الله طيب ما تحسنش هبتدي ادلو تلاث ادوية انا الخطوات دي هي سلال بابنيها كده بثبت خطوة يعني فيه خطوات بثبتها ويزود عليها دواء يعني فيه حاجاتي سهلة جدا في الحفز انا بثبت حاجة وبزود عليها حاجة كده لو المال دي ده ما خفش ودخلي في مدرت هدي ايه هدي تلاث ادوية هسبت الدواء اللي خطو بردولها بيتات اجنست نوبلايز بيتاتو اجنست ماشي؟ وهو قديره دواء تاني اللي هو ابراتروبيم اللي هو عبارة عن ايه انتكولنورجيك اللي كان بيدد اللي كان بيدد عمل الفيجل وهو قوم هديره سينجل دوز من هيدروكورتزون هيدروكورتزون هو ايه؟ بيتشمي كده انهيليتت برضو يبقى لو المال ده ما خفليش من المال ده دخلي في مدرت هدي تلاث ادوية ايه هما؟ بيتاتو اجنست ابراتروبيم هيدروكورتزون كلهم انهيليتت عن طريق الشم وكلهم بديهم هنا مرة واحدة تمام؟ يتحسن بعد التلاث ادوية الحمد لله ما تحسنش يبقى دخل في سيفير ازمة احنا متفقين اننا بمشي خطوط مسبت حاجة وبزود عليه فان مسبت التلاث ادوية بتوعي اللي هما ايه؟ اللي هما سلبوتامول وانتيكولنورجيك ابراتروبيم وكورتيكوستورويدلوهايدروكورتزون دول كنت بديهم في الخطوة القابل كده مرة واحدة هنا هكرر بص جرعة كذا مرة السلبوتامول ما الحمد لله مش اقل برعة ابراتروبيم قال يكرره لثلاث دوزز كل ثلاث ساعة لا هيدروكورتزون جرعته خمسة ملجرام لكل كولوجرام لكل ساعة تمام؟ بس دي حالة سفير ما ينفعش اسبه كده يا روح لازم يقعد في المستشفى معايا لازم حطه على مونتر اشوف الاكسجين تركيزه قد ايه؟ لازم اديله هميدوفايد اكسجين واشوف الساتوريشن لازم يكون الاكسجين بتاع الاكسجين اكتر يبقى انا ما ثبت حاجات وافتكر ان ده سفير فدي المستشفى احطه على مونتر اديله اكسجين حاجات بسيطة جدا هيا بزود نوع تاني من الكورتزون اسمه مسايل برودنزولون ده كورتزون بس بديله جرعته كام؟ نص الواحد ملجرام لكل كولوجرام لكل ساعة تمام؟ ممكن يجي يقول لي اصلا ايه هو بتاع السفير ازمة اتحسن بعد علاج السفير ازمة تمام ما تحسنش ده دخل يعني ده حاجة اسوء اصلا من السفير ازمة هبتدى حط ايه سيوع عناي مركزة على طول تمام؟ مثل بيته التالت ادوية برضو بيتاتو اجونست كورتيكوستيرويد وايبراتروبي مثل بيتها كله في علاج الاكوت ازمه ابن من يجري استعلام بس هنا قد مكنت تجديها انهليتت زي المدريت هديها انهليتت و ايه في يعني هدي السلوبوتامول نيبوليزر انهليت ده وهدي السلوبوتامول انفيوجان يعني هدي له ايه في الوريد هدي ستيرويد انهليتت و استوريد ايه في الايه استوريد الانهليتت هيدرو كورتيزون وايه الايء في ده اسمه مسا coronavirus يعني هي نفسة ادوية بس مادة المتجاها تنفس بس هديها تنفز في الوريد. هزود عليهم دوئين مهمين جدا. الاتنين مصر بمصر مروحين لعضلات وكمان برونكو ديليتور حلوين اوي. ايه هما? ومغنص المصالفيت. الا جرعته ايه? بدي اول حاجة خمسة ميلي جرام كلو كولو جرام. بعد كده منت نسدوس. يعني جرعة ببدأ بها وبعد كده منت نسدوس. بس جرعة سبتة كده بكمله عليه. تمام? خمسة ميلي جرام كلو كولو جرام والمينتراس واحد ميلي جرام في الساعة. المغنص يوم صالفيت. خمسين ميلي جرام كلو كولو جرام. تلاتين مينة وماكسيم اتنين جرام. تمام? اهم حاجة تحفظوا اسم الدواء نفسه وترتبهم. ماشي? ولازم احطوله اكسجين. لازم اقديله همدفايد اكسجين تركيزه برضو اعلى 22. ايبقى عملت ايه? نلخص التريتمينت كده بسرعة. اول حاجة لو ضالي مينت هتدوله بتاتو اجونست على طول. لو دخلي في مودرت التلاتة ادوية بتوعي. بتاتو اجونست ابراتروبيا و الكورتيزون. التلات هديهم مرة واحدة بس. طب لو تحول من مودرت لزيفير التلاتة ادوية بتوعي. بس بدل جرعة واحدة هكرر الجرعات. وابتدي بقى احطه في المستشفى وحطه في موناتر ودول اكسجين. لو دخل في بورس بونس اعلى من السفير. تلاتة ادوية بتوعي. بس بدل ما كنت بديهم انهيليتد هديهم انهيليتد واي في فيوشن برضو. هزود عليهم دويين. امين وفلن وباغنصي مصالفيت. استجاب وبقى كويسي الحمد لله. ما استجابشي احطه على مكان كان في انتليش. خلاص. مفيش فرصة تاني. اللي هو عبارة عن جهاز تنفس الصناعي. الدكتور هيقولك تاب انت خايف من حاجة ما تحطه على مينتا. الجهاز زود بيدخ الهوى بسرعة معينة وبضغط معين. والهوى اصلا ما بيخرجش من صدر العين كويس. لانج ملين هوا. فالميكان يجب ان يفضل ينفخه باكسجين ينفخه باكسجين ملوش دعوة الطفل بيخرج الاكسجين دا ولا لا ولا بيخرج الهوى دا ولا لا. تلاقي الطفل يقوم بفرع او او وراء بتاعته تفرقع معين. في مربع كده على جنب. بلا انت استخدم لو الاكسجين الضغط الجزئي بتاعه اقلي من خمسين. ولو الضغط بتاعه اعلى من ستين. تمام? دي ممكن تجي كده ان شاء الله سهل. بسبت التلات ادوية. بدي اول حاجة ده واحد منه بس. بعد كده تلات ادوية. بعد كده انهيليتت برضو بس بقر الادوية. بعد كده انهيليتت و ايفي فيوشن وبزود على دوائيه. علاج الكورونيك ازمة. محتاجين نعرف يعني ايه كورونيك ازمة الاول. الكورونيك ازمة يعني طفل مش اول مرة جيله اتاك البرونكي الازمة. لا ده متعود عليها بقى ده شعرين تلاتة بيجيله. تمام? طب ايه هي انواع الكورونيك ازمة سواء كان انترميدنت او بريزيستانت. انترميدنت يعني ايه? يعني بيجيله اتاك هو شخص طبيعي جدا. بيجيله النوبة مسلا في شهر اه في اول الشهر ونوبة في اخر الشهر. بقيت الشهر وكله انسان طبيعي جدا ما افرهوش عن انسان طبيعي في حاجة. ده الانترميدنت. يعني ايه بريزيستانت؟ بريزستانت يعني انسان طول الشهر تعب Ding waarometer. طول الوقت تعبين. ولكن بيجيله وقت التعب بيزيدي عليه قوي. تمام? المرد بيزيدي عليه قوي. فانا كده مايجي هبتدي عالج الاتاك لوحدها وعالج الاتاك برضو هدي علاج مش هسيبه كده. وفي البرزيستانت هديله لما المرض يزيد عليه قوي هديله علاج. وطول الوقت هياخد علاج برضو مش هسيبه كده. تمام? يبقى انا بعالج الوقت لما المرض يشير دا قوي وفي الطبيعي فيه العادي. ففي حاجة اسمها الكويك وريليز وفي حاجة اسمها لونج تيرمي تريتمنت. يعني تريتمنت علاج الكورونيك قزمة ابتدي اسمها لحاجتين. كويك ريليف. حاجة استخدمها لما تجيله الاتاك في الانترميتنت. او يحصل في الكورونيك. يعني ان المرض زاد عليه قوي. ماشي? دي كويك ريليف هستخدمها كده. هستخدم ايه بقى? هستخدم حاجة تشتعر على البيتاتون. لان بتاخد مثلا عشر دقيقة وطلع لي نتيجة كويسة قوي. يبقى الكورونيك ازن هقسمه كويك ريليف ولونج تيرم حاجة بقى تستخدمها على المدى بعيد. هالكويك ريليف هستخدم ايه تاني? بيتاتو اجونست انهيليزد شورت اه شورت اكتنج. هستخدمه لما احتاج الموضوع او استخدمه مثلا قبل ما يروح او او حاجة فيها مجهود بدني ادهيله. هبتدي نشوف الاول الادوية اللي هستخدمها في وهستخدمها ازاي? بنشوف الادوية اللي هستخدمها الاول. هي نفس الادوية اللي قلتها اللي بتستخدم البرونكيا لازمة كلها هي نفسها بعيدة. هتدي له كورتيزون صح? مش هو ده كان انتي انفلاماتور انتي قدمتها. هتدي له كورتيزون. الكورتيزون هتدي له انهيليتد عاشمه. ممكن يبقى له كذا دوز بقى. له دوز اقل من ربعمية. ميديم دوز من ربعمية تنمينمية. وهو دوز اعلى من تمنمية. تمام? هتدي له مصدس سلستة بالله ازر حادة حاجة قويلة ما ستصله وتمنع خروج الميدياتور منها. دو اسمه انتيل او سوديوم كرومو جلاكيت. او ممكن ادي له حاجة تضاد اليوكوتراين. لما تخرج ادي اليوكوتراينز ايه? انتاجونست. ادي له بتاتو اجونست ولكن لونج اكتنج عشان انا باستخدمها في لونج ترم تريتمنت. بقديله لونج اكتنج شغاله على المدى البعيد. مش حاجة بس توقتها قصية. ممكن ادي له امين فقل اللي هو المصد آآ ريلاكسانت. بيستغنوا كمصد ريلاكسانت هو برونكو ديليتور. ادي له ساستيند ريليز. برضي يعني ساستيند ريليز يعني بيبعد فترة طويلة. وده مهم في الايه في اللونج ترم. واخر حاجة واهم علاجه هو انتي ميونو جليبلي ايه. ده علاج شهير قوي وده علاج الفعال لو توفر وديته علاج للطفل عنده برونكيا الازمة بيخفل ان شاء الله. فده علاج مهمة قوي بس غالي قوي برضو. تمام? يبقى كده. علاج البرونكيا الازمة هبتدى قسمه لحاجة كويك ريليف هستخدمها في او في وحاجة لونج ترم هستخدمها او في ازمة عموما. الكويك ريليف بيتاتو اجنست شورت اكتنك. اللونج ترم هتضرب له امثلة الادوية تعاليج لبرونكيا الازمة. لو كتبتو اي حاجة صح ان شاء الله. بس تكتبو لونج ترم اي حاجة في علاجة برونكيا الازمة يعني من الادوية اللي اللي احنا قاعد في الاول. والافضل تحفظوا للمكتوب ده. يبقى هو امانو فيلا نديسة صندريليز اللي اذا ممكن طويل. بيتاتو اجنست هو اللونج ترم بقى هنشوف درعات انا قلتو الجرعات ديات لي. دلوقتي خطت الادوية اللي هستخدمها في علاج اللونج ترم. تمام؟ عرفت اي ايها الادوية. لكن انا ما عروبش هاديها ازاي. هبتدي هاديها في النظام الاستيبات خطوط. لو الاستيب الاول فحشلت هبتدي هدخل الاستيب التانية الاستيب التانية فحشلت هدخل في التالتة وهي اجازة تمام؟ نشوف اول استيب بتتكلم على مالد انترميتنت يعني مالد انترميتنت يعني هو بيجيله اتاج وامبتوني الاتاج هو طبيعي ولكن موضوع ده خفيف قوي عنده فهلا ايه يحتاج للونج ترميت ريتمينت لا مش هدلو اي عليك لان لما تجيله الاتاج هدجل هدلو بتا توق اجونست انهيليش على الو خلصة ليش هدلو لونج ترميت ريتمينت ينتجي ننكز بقى على ستيب التانية والتالتة هبتدي اكتب الستيب التانية والتالتة والربعة استيب التانية هما كلهم برزيستانت ازمة كلهم برزيستانت ازمة تمام موجودة عندهم طول الوقت ولكن الاستيب التانية هي مالد برزيستانت ازمة واستيب التالتة هي مدرد برزيستانت ازمة واستيب الرابعة هي سفير برزيستانت ازمة تمام يبقى انا احفظ استيب التانية مالد واستيب التالتة مدرد واستب الربعة ايه سبير. معجم كلوه ايه كورتيكوسترويد. يبقى موضحة كلوه كورتيكوسترويد. الم Brandon دي هدي له دوس كورتيكوسترويد. والمدريد هدي مدريد. والسفير هدي هاوي دوس كورتيكوسترويد متى في ان كده؟ يبقى استب التانية للثالثة وربعة. التانية ميلد والثالثة مدريد وربعة سبير. هدي يدو زاد من الكورتيزون على حاسب كل الواحدة. طبعا هدي كورتزون بنسبة قليلة ومدرت مدرت وايه? وسفير بهول. نبتدي بقى نشوف العلاجات. طب الام دلوقتي هو طفل صغير وكورتزون وكده كل الاهلي بيتربعوا من كلمة كورتزون. فممكن تقولي الام انا مش عايزة ادي كورتزون. ما فيش دوا تاني? اقول لها في بدايل. ايه البدايل اللي انا ممكن اخليها متاحة لها? اول حاجة او اللي التاني. او اس. يبقى هدي الدوا الاساسي كورتزون. مش عايزة كورتزون اديها اللي الاستختار بقى دوا منهم. تمام? وهنشوف الاستبات عن ما الشيء ازاي. نبتدي بقى نشوف الكلام اللي مكتوب في الكتاب. شوف بقى الكلام اللي مكتوب في الكتاب. استب واحد كات ميلد انترميتنت ومرض خفيف. هعالجو بس لما يجيله الاتاج بكويك ريليف. لكن انا مش هديله عليك. او مديكيش او استبت تاني. نفتكرة استبت تانية. ايه كانت ايه كانت به ازمة ولكن كانت ميلد. فهديله كورتيكوسترويد ايه لو دوز. اللي هتقولي انا مش عايزه مش عايز الكورتيكوسترويد او ايها طب اختر دوا من التلاتة. لانما لانتاغونيس لانما لانوت اكتنج بيتا تو لانما سستند ريليز او امانو فيلن. هنا في الكتاب مزودين ومصص تنيجو ممكن انت كتبوها او ممكن لا. كاستيب تلاتة. نفتكر استيب تلاتة كانت ايه? كانت مدرت بالرزيستانت ازمة. بالرزيستانت ازمة ولكن مدرت. في هديها برضو انهيليتت كورتيكوسترويد ولكن مدرت دوز. الام طب هي مش عايزة كورتيكوسترويد. هقول لها لازم في الاستيب تلاتة دي ياخد كورتيكوسترويد. ممكن بس اقللك الجرعة. فممكن بدل ما تديله مدرت دوز هتديله لدوز. زائد واحد من ال 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 اس. واحد من الادوية دي. تمام? طب استيب اربعة كانت ايه? كانت برزيستانت ازمة ولكن سبير. فهديله هاي دوز كورتيكوسترويد. الامة برضو مش عايزة كورتيكوسترويد بتجرع العالية دي. فاقول لها ممكن الهولي. المدر الدوز. ولازم واحد من الادوية دي. ال ال اس. تمام? استيب خمسة بدي بقى. لازم ادخل فيها هاي دوز. استيب الخمسة يعني حاجة اعلى من سبير برزيستانت ازمة. يعني الطفل خلاص متدمر. لازم ياخد هاي دوز آآ كورتيكوسترويد. واحد من الادوية اللي قلنا عليهم. اللي هي ال ال ايه اس. استيب ستة بقى خلاص. الطفل متدمر وصل المرحلة الاخيرة. فلازم اديله الدواء الغالي قوي. واللي بيدي اثر قوي. لو قلنا ايه? انتي منيجولوبلن اي. ده لازم يتاخد. همشي زي استيب خمسة بالزبط. استيب خمسة واستيب ستة بقى عليهم زي بعض بالزبط اللي هو هاي دوز كورتيكوسترويد. واختر له واحد نقليل ال ال اس. ولكن في استيب ستة الموضوع اللي معاه شوية. هدخله معاه اورال كورتيزون تمام? يعني استيب ستة مش شي زي استيب خمسة بالزبط. هدخله معاه اورال كورتيزون او ممكن ردله اصلا الانتي امنيجولوبلين ايد يزبط للدنيا ان شاء الله. كده خلصنا عليها. هشوف بقى جزئية الويزي الشست. في الجزئية ديت او في القطعة البسيطة ديت بيجي سؤال ايه? ايه هو تعريف الويزيس? وايه هي الكوز? اول حاجة اتعارف الويزيس. ايه هو الويزيس? هوا عدة من مكان ديق فعمل الصده. عمل صده ده زي ده. تمام? هل هو اكتر? التاكزة مرة ان يبتبق اكتر. للي في الانسبيريشن اللانج بتتمنتت فهو الهوا بيدخل تمام. في الاكسبيريشن اللانج بتتكلابس على بعضها بتاكفل على بعضها فبتزود للأوبستركشن. فهي اكتر في الاكسبيريشن. ممكن تحسنة في الانسبيريشن? اه ممكن تحسن. لانا بتكلم عن الويزيس العديد رقتي بتبقى ميلي في الايه في الاكسبيريشن. اخد التعريف مكتوب ازاي? هو يعني مستمر صوت مستمر. ميلي في الايه في الاكسبيريشن. بسبب ايه? الهوا عنده في مكان دايق. سواء كان للبرونكاي او للبرونكيول. طيب ايه اسبابه? اسبابه الامة حاجات جاية من اللونج الامة حاجات جاية من بره اللونج. الامة بالمونري الامة ايكسترابالمونري. انا خدت السببين اللي هو ايه? كان بيعمل ويزيز والبرونكيالازمة كانوا بيعمل ويزيز. ده احنا اخدناه. فيه النمونية ده درسة هدرسه بالتفصيل. او فورن بادي اسباريشة. انتفل شرق في عملة معدنية او جسم غريب. رجيه راجعلي في برونكاي او برونكيول دايق للدنيا. تمام? الكوزس بتتحفز. يبقى فيهم. درسين خدناهم اكيد برونكيالازمة. برونكيالازمة هتتشرح او شرق في حاجة. ماشي? الاكسترابالمونري هي كلمة جيش. جي اي سي اتش. كلمة جيش تمام? هنتسيجي ناخد اول حاجة حرف جي. جي جاستر اوستوفيجية الريفليكس. يعني ارتجاع. المكونات اللي بتققى موجودة في المعدة في الجاسترك بتطلع على الاستوفكس. دي اول حاجة من حرف جي. حرف الاي اميونو ديفيشنسي. الا واحد مناعته ضعيفة. حرف سي سيستك فيبروزيس. وحرف الاتش اي هارت فيلير. الجزئية دي ده السؤالين بس اللي بيتسئول فيه. تمام? المربع ده بيقول ايه? ايه هو اشهر سبب للتزيئ في عمر الاطفال. تمام? حاجتين. اكيد برونكيولايتس. لو هو في الانفانسي. لو هو اول سنتين من عمره. يبقى على طول اقول طفل بزاي اكيد برونكيولايتس. لو اكبر من كده لو هو تشايلد. لو هو طفل بقى كبير. برونكيا الازمة. ابتدى اقول برونكيا الازمة على طول. تمام? يبقى فيه حاجتين. لو هو عايز صغير اقول اكيد بعد كده لو هو طفل بقى كبير شوية بقى اقول ايه برونكيا الازمة وتتيجي فيها امسكيو كتير